اشتركوا في القناة كانت في مستوى 34-38 داخل البلاد خصية الاستقرار شاهدوا اكثر من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي ولميس حل السماء اليوم هو صحب عامة قليلة في اغلب مناطق البلاد وليلا ان شاء الله مازلنا معنين باجواء صافية الى قليلة صحب درجات حرارة ليلا تكونوا بين 22-27 درجة بالشمال والوسط وارقام قد تترح بين 27-33 جنوب البلاد يوم الغد ان شاء الله مازلنا معنين بالاجواء الصيفية المعتدلة ريح في اغلبها من القطاع الشرقي سرعة لا تتعدى مستوى 30 كم في الساعة وممكن سجلوا ارتفاع تفيف في درجات حرارة مقارنة بما تم تزيله اليوم كل عادة قدمكم قراءة سريعة لدرجات حرارة وسوى المنتظرة ظهر يوم الغد وانتواقع تزيل 30 في تونس الكبرى 30 في جيت وتن قبل 34 في زغوان 29 في أقصى شمال في بنزارت في ربوع الشمال الغربي حرارة ظهرة تكون في حدود 36 في بازا 37 في جندوبة 36 بسلينا و35 درجة بالكهف في مناطق الوسط بتلان توقع تزيل 34 على بالقيروان 37 درجة بجية الساحل بسوسة 30 ممكن سجلوا 25 في المنستير 30 في المهدية في عاصمة الجنوب السفيقس وبجزر قراءة 30 درجة سيدي بوزيد 36 37 في القاسرين وفي مناطق الجنوب الغربي حرارة ظهرة تصل إلى مستوى 39 في توزر ممكن سجلوا 37 في قفسة 39 في كبلي 32 في قابس وببقية مناطق الجنوب الشرقي البلاد بجزيرة جربة حرارة ظهرة تكون في مستوى 31 35 في مدين في تتوين و36 درجة برمادة بالنسبة للملاحة السيد البحري بسوحنة شمالية منطقة تيسيرات وخليس تونس ريح في أغلبها من قطع الشمالي شمالية غربية ثم تتجه إلى شمالية شرقية سرعتها من 5 إلى 15 عقدة وتتقوى في فترة ما بعد ظهر لتتراوح بين 10 إلى 20 عقدة بحركون قليل الاضطراف تدريجيا مضطرب في فترة ما بعد ظهر وسباح تكون ممكنة مع ملازمة الحذر بعد ظهر بخليج حمامات وبجية الساحل ريح تكون من القطع الشمالي شمالية غربية ثم تتجه إلى شمالية شرقية سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تصل إلى مستوى العشرين في فترة ما بعد ظهر بحر قليل الاضطراب إلى مضطرب وبمنطقتين الشابة وزرب وصولا إلى جرجيس ريح تكون من قطع شرقي شمالية شرقية ثم تتجه إلى جنوبية شرقية سرعتها من 5 إلى 15 عقدة وتصل إلى مستوى العشرين صباحا والبحر يكون متموش وتدريجيا قليل الاضطراب كل عدة نمددكم فكرة حول حالة تقص ببعض المدن والعواصم الأجنبية نوكسوة سماء السافية 33 درس سحب قليلة في المغرب الأقصى 32 في الجزائر تقسيكون سافي في ترابل السوح 39 في الخرطوم 34 في القاهرة بالبقاء المقادسة نتوقع تسجيل 42 في المدينة منورة 43 في مكة المكرمة 41 في الدوحة سحب قليلة في أبوذبي في مسقط سماء السافية بالكويت محرارة تصل إلى مستوى 43 تقس حار في بغداد 48 درس 28 في بيروت سماء السافية بدمشق بالقدس الشريف 29 أجواء مشمسة بإسطنبول 28 وبأوروبا برومان توقع تزيد 33 درس بعد سحب في فيانا موشرة تمتار محلية ببرلين بروكسل لندن 29 درس 32 في جونيف 31 في باريس 28 في مرسيليا سحب قليلة في مدريد وبلشبونة 30 تطور الوضع الجوي خلال أئمات القليلة القادمة مازان معنين نسبيا بهدوء الأجواء رياح في أغلبها من قطاع الشرق ضعيفة لمعتدلة البحر يكون هذا إلى قليل الاضطراب تقصف إلى قليلة سحب ودرجة حرقس وتتروح من بين 30 إلى 34 درجة بالمناطق السحلية وتكون من بين 35 إلى 41 داخل البلاد مع ظهور الشيري محليا في مناطق الجنوب الغربي وبأقصى الجنوب بالنسبة لنهاية الأسبوع مبدئيا يوم السبت نشاط متوقع للرياح وانتوصل سرعتها إلى مستوى إلى 40 كم في الساعة في فترة ما بعد ذور سيكون قليل الاضطراب تدريجيا المضطرب وسباحها ممكنة مع ملزمة الحذر آخر النهار وفيما يخص درجة حرارة ممكن تعرف ارتفاع تفيف بشمال وتوصل في نفس المستويات بالوسط وبالجنوب موعد شروق الغروب اليوم الغد شروق الشمس بإذن الله يكون في مدينة تونس في الساعة الخامسة والثمان دقاء قروبه في الساعة السابعة و41 دقيقة لمزيد من المعلومات والارشادات نذكركم بطرق الاتصال وتوصل بالمعهد الوطني إلى رأس الجو رقم الموزع صوتي 884040 موقع الويب وصفحة فيسبوك الخاصة بالمعهد أوقات سالة اليوم الغد سالة صبح بداية من الثالثة وثمانتاشين دقيقة دور من الثالثة النهار شكرا على حسن متابعة الاتمام إلى اللقاء